السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيكم حبيب ما عاملين ايه? اهلا بكم في فيديو جديد. الفيديو النهاردة ايه? هنعمل فيه طريقة اه عمل استطارة دي. اه زي ما وعدناكم المرة اللي فاتت في الفيديو اللي فات ان احنا هننزل فيديو اه شرح العمل الموديل ده. طبعا ما تنسوش تعملو بقى لايك واشتراك للناس اللي ما اشتركتش وتفعلو الجرس. ويلا بينا. اول حاجة استطارة اه عندي استطارة حلق. اه لازم يكون ايه? بداية الموديل ان يكون في استطارة حلق. اه الاول. تمام? وقطعة قماشة العرض بتاعها حوالي اربعين سنتي في طول القماشة اه زي ما تكون استطارة معي. استطارة مترين هتبقى مترين كده. تلاتة متر تلاتة متر. اول حاجة يا رفيها زي ما احنا شايفين كده ايه? رفية صغيرة من يمين وشمال. بطول القماشة كلها. القماشة معي انا عاملها حوالي اربعين سنتي. تمام? في طول استطارة. هاجي من الناحية اي ناحية من الاتنين اللي انا رفيهم واركب عليها الجبير ده. الجبير لوش وضهر. هبتدي بقى اركب على الايه? على الوش بتاع الجبير. زي ما احنا شايفين كده هزبط الجبير. ايه? لازم يكون مزبوط كده ايه? على اخر حرف الرفية. تمام? اه زي ما احنا شايفين الجبير كده ايه? في الحرف التاني. اه في حرف النظام في السطونات والحرف التاني ايه? في قطعة قماشة زيادة. القطعة القماشة الزيادة لازم اتنيها. هاتنيها للدخل زي ما احنا شايفين كده اهوات. علشان ايه? يظهر معي الجبير ايه? نضيف. تمام كده? هبتدى اثبت بقى الجبير كده ايه? معي. اه لازم الجبير يتزبط معي من البداية. عشان نيمشي ايه? بمقاس معين على القماش. بتدي كده واحدة واحدة. قطني حرف الجبير اللي هي القماشة الزيادة. وايه? واحدة واحدة كده. زي ما احنا شايفين اهوات لازم ازبط كده وافرد القماشة تحت الدواسة. والجبير برضو كزلك. اشوف الجبير ما يكونش طالع من الطرف الناحية التانية او جاي لناحية دي يبقى ماشي بايه? في خط مستقيم بالزبط. تمام? زي ما احنا شايفين اهوات. الموديل سهل جدا وبسيط ما فيهوش اي حاجة خالص. اه هو عبارة عن تعتبر القماشة اللي معايا دي اصلا كورنيشة. كورنيشة زي ما بنعملها الاستطارة العادية خالص. بس في الموديل ده بقى تدينا الايه? آآ نزام الموديل اللي احنا كنا شايفينه في الايه? في الفيديو. او في الصورة معينا. ثانية كده. قطني حاجة بسيطة كده. اجي في الاخر بقى ايه? واقطع قطعة الجبير الزيادة دي. علشان قتنيها معي. هي زيادة عن القماشة عشان قتنيها تانيتين. زي ما احنا شايفين كده. واتبت عليها. كده يا عمبارة عن كتعة قماشة عادية خالص كأنها كورنيشة. لو ركبتها على الاستطارة هتبقى زيها زي الكورنيشة بالزبط اهو. تمام? قبل بقى طبعا آآ ده كله. آآ هجيب معي مصورة زي ما انتم شايفين كده واركب فيها استطارة. ده ده يعني اساسي مع الخطوات اللي ايه? في تنفيذ الموديل يعني. زي ما انتم شايفين كده معي هاركب الاستطارة عادية وازبط الحلقات بتاعتها كده ايه? بتتسوي مع بعضها اهو. لازم ازبطها تكون ايه? الشريط متسوي مع بعضها اهو. واجيب بقى طبعا المرك معي او تبشيرة او قلم ايا كان العلم اللي انتم بتعلموا بيه. واخد ايه? آآ علام كده ايه? بسيط اهو. بس لازم يكون في خط مستقيم. ماشي في خط مستقيم زي وزي بعض ما ينفعش اخد علام فوق وعلام تحت. اهو. شايفين انا بزبطه مقود ايه? اهو. العلامات هيت متساوية. بعد كده خلاص كده آآ مهمة المصورة كده انتهت بقى خلاص. هاجي بقى ايه? اهو. بالعلامات بالمركب بزهره لكم اوي. اجيب بقى حرف القماشة اللي انا رفقتها داير ميدول وركبت لها الجبير. وهبتدي بقى ايه? اقفلها على السطارة. اول حاجة هتبت في الاول. هاخدها من الاول خالص خياطة لحد اول علام. اهو. لحد اول علام اخدها كاملة. تمام? بس وطلع بقى ايه? من تحت الدواسة كده هوفك ايه? الخيط. بعد كده هسيب هشد القماشة معي عادي خالص برضو. اهو. زي ما احنا شايفين. واجه عند العلام اللي انا معلمها وديها ايه? اه اه غرزة. هتبت عليها غرزة كده ايه? مش همشي على السطارة كاملة. لأ. عند كل علام. اه. بس لازم السطارة القماشة تشد جمت مع السطارة. يعني لازم ايه? اللي اتنين هشدوهم مع بعض كده ايه? اه. عند العلام وقدي غرزة. اه. مش بقفلها بقى القرنشة كده هت القماشة القرنشة كاملة? لا. اه. بشد القماشة. ما بخيطش انا بشدها من تحت الدواسة كده انا ما بخيطش. عند كل علام بدي غرزة. قصات كل علام بدي غرزة اهو. اه. عند كل علام. بقمت دي غرزة. بتبت عليها هواد بالدواسة كده اهو. وزي ما ابتديت في الاول ان انا اه ااخد اه ابتدي من الاول لحد اول علام. برضو نفس النظام في الاخر هنا هديها للاخر. همشيها بقى من اول من عند اخر علام قهوات. خلكم معايا كده في الفيديو. هقص بس الزيادة من القماشة. لما كنت شرفيتها من الناحية دي سبتها. قلت علشان ايه? ممكن تجي الزيادة ولا حاجة. اهو قديها تانيتين اهو دست للاخر خالص اهو. من عند اخر علام لحد الاخر. واجب الحرف بقى كده على حرف السطارة. وايه? واخيطهم فبعضيهم. موديل سهل جدا وبسيط ما فوش اي حاجة هو عبارة عن مش اكتر. اهو. اهو. اشيل بقى اي خيوط زي ده. اهو. شايفين? ما ما خيطهاش كلها. حاجة من الناحية التانية برضو اقفل الايه? القماشة مع السطارة. زي اليمة التانية بالزبط. عشان يبقى الناحية تان شكل واحدة. بعد كده اجيب المصورة بقى. واركب الموديل. الموديل اللي هو عبارة عن مش اكتر. يعني انا كده تقوماشا زيها زي كرنيشة يعني. امتدي واحدة واحدة اهو زي ما احنا شايفين كده. سهلة جدا وبسيطة وما تنسوش بقى تعمله اشتراك ولايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.